تحياتي للجميع فيلسوف الألماني فريدريك أنجلز والذي يعتبر الأب الثاني للفكر الماركسي بعد كارل ماركس نفسه رأى أن الأخلاق ما هي إلا نتاج للوضع الاقتصادي للمجتمعات خلال مراحل تطورها التاريخية وبهذا المعنى الذي يتحدث عنه أنجلز تكون الأخلاق نسبية متغيرة على الدوام ومشروطة بالواقع الاجتماعي الطبقي من هنا كان رفض أنجلز لكل ما يقال عنه أو يسمى أخلاق ميتافيزيقية والتي تقوم على مبادئ وقيم ثابتة ومطلقة عابرة للزمان والمكان كما تدعي مثلا المنظومة الأخلاقية الدينية والتي رأاها أنجلز تبعد الأخلاق عن معناها الموضوع وتقضي عليها أنصح القول من خلال إشاعة الكسل والعجز عبر دعوتها الإنسان للصبر وتحمل الظلم مما كما يرى يعطل إرادة النضال لديه من أجل حياة عادلة أو أكثر عدلا وسعادة فريدريك أنجلز بارتكازه على الفكر المادي الجدلي الذي كان يعتبره منهج يسير التطور العلمي كما أنه يرسم خريطة التاريخ مما يساعد أو يساهم في تغييره أو في تسريع عجلته التي لا تتوقف بفعل الصراع الطبقي الذي كما تراه الفلسفة الأماركسية هو القوة المحركة للتاريخ فأنجلز رأى من وحي هذه الفلسفة أو هذا الفكر أن الصراع الطبقي لم يكن فقط صراعا اقتصاديا بل هو يدور أيضا حول مستويات ثقافية وسياسية واجتماعية لكن هي في أساسها تعود لجذر اقتصادي فقال أن الأخلاق هي بالنهاية شكل من أشكال الوعي وهذا الوعي الاجتماعي بشكل عام للأفراد طبعا المؤلفين للمجتمع يعتمد بشكل أساسي على الظروف المادية التي يعيشون فيها وبالتالي تنعكس هذه الظروف وهذا الوعي الجمعي على سلوكياتهم الأخلاقية فكما يرى أنجلس فأخلاق الناس يعني مصدرها أو أنها تتولد من طبيعة عيشهم المشترك وتحدد هذه الأخلاق علاقات اجتماعية عديدة خاصة علاقات الملكية الخاصة وعلاقات وسائل الإنتاج ويوضح أيضا أنه على الرغم كما قلنا أن العامل الاقتصادي هو المؤثر الأول والأساسي في هذا الصراع إلا أن لهذا الصراع تداعيات كبيرة على جوانب حياتية أخرى فالبناء التحتي الاقتصادي يعني كما تصفه الفلسفة الأماركسية يلعب دور مهم أو له دور مهم في تحديد البناء الفوقي الثقافي والسياسي لأن علاقات الإنتاج لا تحدد فقط يعني مسائل الاقتصاد أو كيفية توذيع السروة والإنتاج على الناس بل هي أيضا تحدد النشاط الحياتي للناس تحدد أو تشكل حياة الناس بكل تفاصيل وكما تكون حياة الناس أو نشاطها تكون بالتالي أخلاقهم فانطلاقا من هنا وبما أن أنجلس كان يرى كما الفلسفة الماركسية أن تاريخ أي مجتمع هو تاريخ صراعاته الطبقية التي طبعا تحمل كل أنواع التناقض بداخلها بما فيها طبعا القيم الإخلاقية فهذا الأمر برأيه يحيلنا إلى أن الأخلاق هي أخلاق طبقية تماما تأسست على العامل المادي القائم لذلك كما يقول نحن نرى أن الخير في طبق ما بالنسبة لمنظومة أخلاقية تابعة لطبق ما قد يكون شرا بالنسبة لمنظومة أخلاقية تتبع لطبقة أخرى والعكس فالطبقة الحاكمة مثلا المهيمنة تبرز مصالحها وتفرض غاياتها على المجتمع كمثل إيجادها مثلا لمحظورات أخلاقية تمنع الناس من التذمر من الثورة أو كمثل أيضا وضعها لقوانين أخلاقية ما هي كما يراها أنجليز إلا مبررات لسيطرة الأغنياء على الفقراء في المقابل يقول أنه تتكون أخلاق تعبر عن حالة من الصخط على هذه الهيمنة وتبرز بالتالي المصالح المستقبلية للطبقة المسحوقة يعني على سبيل المثال العنف هو يعد من الرزائل في النظم الأخلاقية للطبقة الحاكمة أو المهيمنة بينما عند الطبقة المسحوقة يعتبر العنف هو وسيلة أخلاقية إلى حد ما من أجل غاية سامية وهذه الغاية السامية طبعا هي بناء مجتمع جديد قائم على قيم العدالة والمساواة فالثورة إذن كما يراها أنجليز هي أصيلة من حيث أسوسها الأخلاقية هذا التناقض الجدلي أو هذا الصراع أحدث كما يرى تطورا في المفاهيم الأخلاقية عبر التاريخ يعني مثلما أحدث هذا الصراع أيضا تطورا في كل فروع المعرفة الإنسانية الأخرى لكن هذا التطور على الجانب الأخلاقي كما يراه أنجليز هو نسبي ولم يتجاوز بطبيعة الحال أخلاق الطبقة لأن الصراع ما بين الطبقات يعني إما أن ينتهي بطبقة جديدة تنهي السابقين أو مثلا ينتهي إلى سقوطها جميعا وتشكل طبقة جديدة تكون منظومتها الأخلاقية مستمدة من واقعها الإنتاجي أو الاقتصادي وهذا بالضبط ما يقصده أنجليز بقوله بنسبية التطور الأخلاقي لأن الجديد هو دائما أخلاق بحسب الطبقة ويعني كما يقول هذا يعني نراه جليا من خلال تتبعنا للتاريخ أو بمعنى أضاق من خلال فهمنا المادي لتاريخ المجتمعات ففي مرحلة معينة مثلا هي المرحلة البدائية المشاعية طيب كانت الأخلاق يعني تبنى على قاعدة النهب المتبادل بين الناس ومنطق القوة في مرحلة لاحقة تغيرت المنظومة طبعا بتغير الوضع الاقتصادي للمجتمع وأصبحت القاعدة الأساسية هي مثلا إما أن تكون مالك للعبيد أو أن تكون أنت عبدا ويستمر هذا المنح التطوري للمجتمع إلى الأمام ليصل بهذا الصياق إلى المجتمع الرئسمالي البرجوازي حيث القاعدة تقول إما أن تشتغل لصالح أحد آخر أو أن يشتغل هذا الآخر لصالحك فكما نرى يعني إن كان كما قلنا تاريخ أي مجتمع هو تاريخ الصراع الطبقي في داخله فإن الأخلاق كما يراها إنجليز هي أكثر من أي شيء آخر داخل هذا المجتمع تحمل هذا الطابع الطبقي البحث فعبر التاريخ كما استعرضنا كان هناك أخلاق مثلا مشاعية أخلاق عشائرية أخلاق إقطاعية أخلاق العبيد أخلاق برجوازية وأخلاق بروليتارية وجميع هذه النظم يعني إذا عدنا إلى أصولها أو إذا حللناها هي فعلا إنعكاس للوضع الاقتصادي ولتطور وسائل الإنتاج وأهم دليل كما يرى إنجليز على هذه النظرية هو ظهور بعض القيم الأخلاقية مع ظهور الملكية الخاصة والأملاك المنقولة ففي المجتمعات التي تطور فيها هذا المفهوم يقول أنه ظهرت مثلا الوصية الأخلاقية التي تقول لا تسرق طبعا لحاجة هذا الوضع الاقتصادي الجديد إلى تشريع أخلاقي جديد وبهذه الطريقة يعني يبرهن إنجليز على أن الأخلاق هي نسبية متغيرة ليست ثابتة أو مطلقة أو تأتي بوحي إلهي أو ميتافيزيقي وأنها صالحة لكل زمان ومكان لا هي تنشأ من الوضع الاقتصادية ومن تطور هذا الوضع الاقتصادي والتطور وسائل الإنتاج لدى ليس فقط مجتمع وإنما لدى الطبقات المكونة للمجتمع فممكن أن تكون النظم الأخلاقية لطبقة ما تخالف النظم الأخلاقية لطبقة أخرى في داخل أو في نفس المجتمع لكن دائما ما تكون الهيمنة للنظم الأخلاقية للطبقة المهيمنة والمسيطرة التي تملك من الحالة المادية والمعنوية ما يجعلها تفرض غاياتها على الباقي أيضاً إنجليز وفي هذا الصياق التطوري كان يرى أن الأخلاق سوف تبقى في هذا الإطار الطبقي إلى أن تتم عملية تقدم وتطور حركة المجتمع إلى الأمام ومع وصول هذا التقدم أو هذا الصراع إلى نهايته الحتمية بحسب الفكر الماركسي كما نعلم إلى المجتمع الشيوعي حيث يصل هذا المجتمع إلى مرحلة الوعي الكامل فبالتالي تمتفي الحاجة لوجود الدولة العملة وبالأخص تنعدم في هذا المجتمع المثالي بين قوسين الطبقات هنا يرى أنجليز أن الأخلاق أيضاً ستكون قد بلغت مرحلة الأخلاق الإنسانية الحقيقية يعني انتهت أخلاق الطبقة وبدأت فعلاً مرحلة الأخلاق الإنسانية الحقيقية المتسامية عن درائن الطبقية والمتجاوزة لكل أشكال الصراع الطبقي طبعاً في مجتمع مثالي لا طبقي فهذا باختصار شديد رأي فريدريك أنجليز في مسألة أو في قضية الأخلاق من ضمن طبعاً النسق الفلسفي للفكر الماركسي ويعطيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر